الراديو تسعين تسعين هواها مصري منتدى شباب العالم تبنى مبادرة لتحدي القراءة السريعة الانتهاز أو الانتهاز فرصة العزل المنزلي لقراءة أي كتاب في يومين وطلب من الناس المشاركة بملخص في جملة واحدة عن الكتاب وعنوانه والله مبادرة عظيمة جداً فعلاً إحنا كشباب عندنا وقت كتير فاضي ودلأسف وأنا أولكم بنضيع وقت كتير جداً على السوشيال ميديا أكتر من الأول كمان لأننا طول الوقت عايزين نعرف آخر الأخبار الخاصة بكورونا وما إلى ذلك فللأسف يقفت حيني سوشيال ميديا بشكل كبير بس فعلاً لو حاولنا إن إحنا نقضي وقت فراغنا ده فإن إنا نقرأ كتب بنحبها أو حتى لو مش بنقول كتب أموماً فإلا نجرب نعمل حاجة جديدة تعالوا نشوف الإيجابي من قاعدة البيت ونعمله عشان فعلاً ما ندخلش نفسنا في حالات اكتئاب على الفاضي كتير مننا شخصنا مرتبط بنزول طول الوقت ممكن فترة قاعدتنا في البيت للأسف تطول ويا رب لأ طبعاً بس فتعالوا نحاول نغير ستايلنا على قد ما نقدر للأفضل نستفيد بالوقت ده فإن إحنا ننظم وقتنا بشكل إيجابي شكل أفضل ممكن جداً 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 يفرق معانا لو غيرنا ستايلنا ونحاول نعمل الحاجات اللي إحنا كنا منقول ما عندناش وقت إن إحنا نعملها في الله نعملها